يشهد شهر إبريل الجاري بدء موسم حصاد القمح في محافظة أسوان ويجري تسلم القمح وتفريغه داخل صومعة أسوان التابعة لقطاع مطاحا مصر العليا في الصوامع المخصصة لذلك خاصة من مناطق ودنقرة ومناطق أخرى ينطلق موسم حصاد القمح في محافظة أسوان في شهر أبريل كأول باكورة للذهب الأصفر على مستوى محافظات الجمهورية فموسم الخير في أسوان يبدأ مع تسليم المزارعين القمح لتصبح أول محافظة في الجمهورية تسلم القمح نظرا لارتفاع دراجات الحرارة فمن داخل صومعة أسوان التابعة لقطاع مطاحا مصر العليا يجري تسلم القمح وتفريغه في الصوامع المخصصة لذلك خاصة من مناطق ودنقرة ومناطق أخرى المواقع التخزينية الموجودة في قطاع أسوان صوامع أسوان 3 خلايا ب6,000 طن شونة كوبومبو 5,000 طن صوامع إدفو 30,000 طن بانكرس إدفو 35,000 طن صوامع الرجحي 30,000 طن هذه الساعات التخزينية أيضا برضو الأسعار السندي 23,5 بـ 1,500 درجة نظافة 23 بـ 1,490 درجة نظافة 22,5 بـ 1,480 المسؤولون يتوقعون تحصيل ما يقرب من 191,000 طن من الذهب الأصفر من صوامع وأشوان محافظة أسوان التأكد من صلاحية القمح يعد أحد أهم واجبات لجان الاستلام فمن أغز عينات مختلفة من أجولة القمح إلى قياس نسبة الرطوبة مرورا بقياس الجودة من خلال المعامل الموجودة داخل صوامع أصوان تجري المهام اليومية والضرورية لإتمام هذا العمل نحن هنا بنستلم العربية بتخش توزن عندنا زي ما حضراتكم شايفين على شاشة جهاز الكمبيوتر بنوزن عندنا هنا العربية بتتم تخاذ وزنها قائم وبعد ما بتتوزن عندنا بتم تدونها في الدفاتر زي ما أنتم شايفين بعد كده بتخش على اللجنة بيتم اختبار الجمح وبيتأخذ العين بتاعتها وبيتم تجريطها عند السادة رؤساء لجنة التومين فهي بعض العينات أعضاء اللجنة ممكن يختلفوا عليها هل يعني ناس مثلا بتختلف مبانية 23 أو 23 ونص فبالتالي في الحالة دي بيكون الفيصل بينهم هو المعمل بناخد عينة متجنسة هنا المعمل بنبدأ نفلد العينة على منضادها وبنبدأ نقسم العينة لأربع أجزاء بناخد جزء واحد منها بحيث نتأكد من إن عينة تكون متجنسة بشكل أكتر بعد كده بناخد العينة بندخلها على جهاز بنوزن واحد كيلو طبعا الأول الواحد كيلو ده بندخله على جهاز النظافة إن الجهاز النظافة ده بيفصل أي شوايب أو أي حاجة حجمها أكبر من حجم حباية الأمح أو أي حاجة حجمها أصغر من حجم حباية الأمح بعد كده بنحسب الفقد في الوزن بالنسبة المقوية وبعد كده عن طريق معادلة هنا في المعمل بنحولها للدرجة بالإراض هنا من داخل معمل قياس جودة القمح ويتم وزنها ثم نقلها لأحد الأجهزة لفصل حبات القمح عن الشوائب ليتم على إثر هذه العملية حساب نسبة جودة القمح إذن هو موسم القمح الذي تعمل الدولة فيه على تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة مما يعكس اهتمام الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الأساسية وبخاصة الخبز